كل أسرة آل العدل النهاردة كمان جنازة الفنان العالمي الراحل عمر الشريف صراحة وانا مدق جدا جنازة لا تليق بعمر الشريف انا بقوله لا تليق بعمر الشريف لا تليق باسم عمر الشريف لا تليق بالقدمه عمر الشريف سواء للفن المصري او الفن العالمي او حتى لدفاعه عن بلده ودفاعه عن مصر وحتى لا تليق برجل عظيم ملء السمع والأبصار حول الدنيا كلها عمر الشريف رفض ياخد جواز سفر أي دولة دول كلها عرضت عليه ورفض احتفظ بجواز السفر المصري والنهاردة أسف أسف زعلت أوي جنازة لا تليق بالراجل ده أبدا أنا كنت منتظر جنازة تريق باسم عمر الشريف بس ما حصلتش لا شعبيا ولا رسميا ولا حتى أنا باحتب على الجميع بصراحة أنا عمري لا يعني يمكن في حياتي قبلت مرة سلمت عليه في حياتي لكن لا ولا على أنا بتكلم كرمز كاسم كان رمز واسم نجمنا والناس اللي بيعملوا وعمر الشريف كان بيهز الدنيا اسم عمر الشريف فنان المصر العالمي كده هو الفنان المصر العالمي في أي حطة اللي ميطلع في أي مهرجان في أي مكان في أي تكريم ما كانش بتقول عمر الشريف لا المصر العالمي فاللي حصل النهاردة مع عمر الشريف عيب عيب فيه راح مجموعة من فنانين نعم نعم وكان بكتور زاهي حواس وزير الأسر الأسبق هو أقرب صديق لعمر الشريف ولكن كنت منتظر جنازة أكبر أكبر شكرا